نروح بقى للحقيقة الواقع اللي احنا يمكن كنا اتكلمنا مع حضراتكم عليها من اسبوع كده او اسبوعين على موضوع الطفل اللي تم اتهامه بانه هو تعدى على طفلة في سوهاك والحقيقة انه كان والد الطفل دخل معنا واحنا طبعا برضو مش هنعلن عن اسماء اسم الاب ولا اسم الطفل لكن المشكلة انه الطب الشرعي برر هذا الطفل لكن حصل تهجير قصري للأسرة كلها من القرية والولد مقبود عليه يعني وبيتحاكم بالرغم من الطب الشرعي برقه ماشي يتقبض عليه وده موضوع واجراءات قضائية يعني هتاخد مجراها وده حتى اللي قاله والد الطفل طيب لو الابن متهم والمباحث والتحريات ومعانا تقرير طب شرعي مبرقه طيب خلاص ده واخد مجراه ليه يتم تهجيره من القرية المهم انه الحقيقة والد الطفل المتهم عنده الطفل ده عنده 15 سنة اسرته على قد حالهم جدا ما عندهمش حتى فلوس يدفعوا للمحامي يعني متخيلين هم دلوقتي محتاجين محامي او عدد من المحامين يكونوا معاهم في القضية دي انا كنت دعاية محامين يتطوعوا معانا بس ما حدش الحقيقة تكلم فاحنا احنا النهاردة بنتكلم على انه هذه الاسرة تحتاج الاسرة دي دلوقتي خرجوا من غير ما ياخدوا معهم اي حاجة من بيتهم وخرجوا من بيتهم وموجودين في مكان ما عندهمش اي حاجة ما فيش اي اموال مع هذا الاب ما بيشتغلش طبعا وهو متهجر من بيتهم من شغلهم من كل حاجة فدلوقتي محتاج دعم كبير جدا انا بنشط حضراتكم في ظلم واقع على هذه الاسرة والظلم ده واقع على اسرة الطفل بانهم متهجروا من مكانهم والقضية دي حتى بتعدلنا كده للازهان قضية جرجس بارومي والد الطفل مش عايز مصيره يكون زي جرجس ويتحبس كل الوقت ده ومحدش عارف يخرج جرجس بارومي من الازمة دي كلها كل السنين دي والد الطفل بيستغيث بينا كلنا ان احنا نساعده علشان خاطر يكون فيه تمويل يكون فيه يعني دعم مات دي علشان خاطر يقدر يعيش في المكان اللي هو تهجر فيه من مكانه وشغله من بيته ومن كل حاجة وخارج من غير اي هدوم وغير اي حاجة يعني ما خادش معاي حاجة خرج لانه ده كان قرار امن كده اخرج علشان خاطر ما يحصلش مشاكل في القري ومش لاقي يدفع لمحامين فارجوكم يعني بتوسل لحضراتكم بارجوكم طبعا انه فعلا نحاول كلنا نساند بعض ونحاول ندعم والد الطفل اللي متهم والطب الشرعي برقه وانها واقعة تانية فكرتنا بواقعة جرجس بارومي بتمنى من كل قلبي ان ان شاء الله يعني النهاردة مع نهاية هذه الحلقة يكون عندنا اي مبلغ على فكرة يعني هيساعد هذه الاسرة وهذا الاب في انه يحاول يحضر عدة محامين علشان خاطر يقدر يبرق ابنه ويحافظ على مستقبل ابنه وان مستقبل الاسرة دي كلها اللي تهجرت من غير اي ذنب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة